كل الأمهات أردوا بالكم ودقوا في شوش كتر من القياس يخرج على وليداتنا الأباء إحداهم وقد أقول حتى الوليدات تسمع الوليديهم لأن الوليديهم يقول لك يبغى لك شيئا جمينا مهم يبغى لك شيئا غريبة وردوا البال من الصحاب أنا مبقاتش تتلقى في هذا الوقت أنا قتلوا لي يا ولدي قتلوا لي معه ورزوني في بحسب الله ونعمل وكل فيهم براسو كونه بسيط عرغو Cuando acaben todos los trámites quiere enterrarlo en Marruecos السلام عليكم أخذ من كتير السريكو شمزيان قوية متعبة لديو بسيط 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 كثيرا بسيط ونشر كونسولية المغربية بإشبينية من هد الحالة اللي فيها أنا ومنبغيها لحدة شي واحد ما نبغيها لحدة شي واحد وقلت متلعب هذا الفيديو باش نشكر الاخ هزمان ونشكر القنصلية والفرقة دي الولدي والنادي اللي كلام معهم لانا والدي كان مهوس بالكورة انكي حماق على الكورة عقله فيه الكورة والحمد لله قصبه في حياته حتى الساعة انا بقى في صدمة اني ما معرفتش انا من الولد خرج معه وترجع ارا الحمد لله ربي بصبرني كما سمعتو خوتي المغربة والجالية المغربية في كل مكان صلى الله عليه عليكم وتحية طيبة للجن هذه الام دي المرحوم ريضا اللهم اجد عليه الرحمة كنشكرها اولا كنشكرها من هذا المنبر لانه رغم الظروف القاسية اللي كتمر بها السيدة فقبلت على انها صدفات قنوات اسبانية كذلك اتجاوبات معنا هذه السيدة كنشكرها جزيلة الشكر وكان تقدمه كذلك باسمنا واسم هذه القناة والمتابعين دي القناة بالتعازي الحارة لهذه السيدة والعائلة دي المرحوم ريضا اللهم اجد عليه الرحمات اللهم اقل له وارحمه وارحمه وانتمنى وادعوه معها بالصبر وادعوه معها بالوليد والمرحوم ريضا بالرحمة والمغفرة اللهم اقفر له وارحمه واسكينه فالسحة جناتك مع الطيبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقاء الام دي المرحوم كتوجه رسالة دي الشكر ورسالة كذلك للآباء والأمهات باش يعني يردوا البال أكتر مع الوليدات دي الهم كذلك رسالة دي الوليدات انهم يسمعوا الاباء دي الهم رسالة الصراحة يعني في الصاميم يعني جد مؤترة يعني الرسالة دي لها السيدة وكانت منه يعني تبرتجوا هذا الفيديو عندي رسالة كذلك الإخوان أننا نتعاون معها السيدة ماديا ومعنويا لأن هاتش اللي ترى لها السيدة راه ماشي سهل الخط راه فقدات يعني مع السيدة ماديا ومعنويا ونخليكم الحساب البنكي دي السيدة الجتة وترحيل الجتة تكلفات بالقنصولية المغربية بإيشبيليا اللي كنشكرها احنا بدورنا من هاد المنبر سيدة كتشكر القنصولية الموظفين دي القنصولية كتشكر مغاربة أجمعين المهم شوف الفلوس يعني الماديات وخنا عطيه لهات السيدة شنو ما عطيناها راه ما غاديش يعاوض لها لابن ديالها غير هو نتعاونوا في الظروف القاسية اللي كتمر بها وفي هاد العواشر باش ما قدرنا الله نتعاونوا مع السيدة ويدا قلنا شي حاجة نقوله الكلام الطيب إذا غادي نقوله شي حاجة اللي غادي تجرح سواء هاد الأم ديال المرحوم ولا أي إنسان فمن الأحسن يعني انسكته كنتمنى أنكم ما تردوش هاتشي فوجين تعاونوا مع السيدة خديجة ماديا كتمر الظروف صعبة جيد صعبة والمال راه ما غاديش يعاوض لها يعني الفلدة ديال الكابيد ديالها راه احنا أباء وكان عارفوا يعني هاتش اللي كتمر به هات السيدة الصراحة أنا بكل صدق وأمانة يعني قاد فيها بزاف هات السيدة ما تطوروش الله العظيم بالله كنتمنى يعني تبرتاجوا هات الفيديو باش يوصل للمحسنين تعاونوا مع سيدة خديجة الأم ديال المرحوم اللي كتشكر المغاربة كاملة اللي يوقفوا معها كتشكر الإسبان كتشفر يعني أي واحد يعني تواصل معها عزاها كتشكر قنصرية إسبانية مرة أخرى لتكلفت يعني بترحيل جدتة ومراسيم ديال الدفن أنا ما تطور شعليكم بزاف الخوط وأشركوا مبروكة جمعة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسمعوا يعني النصيحة ديالها للأم يعني هاتش اللي يوقع له مع الإبن ديالها اللي هو لاعب كرة القدم وعارفين الطريقة يعني الطريقة ديال الغضر شوفوا معي الفيديو السلام عليكم أخها زمان كتير البسايل يكون شي مزيان سوف نتعب هذا الفيديو لكي نشكر نشكر كثيرا و نشكر كثيرا و نشكر القنصلية المغربية في إسبانيا القنصل الكبير و نشكر المضافي و نشكر القنصلية التي تكلفت بولدي و نشكر كل شيء و نشكر الناس بوقفة معي و نشكر كل شيء و نشكر كل شيء و نشكر النادي اللي يلعب فيه ولدي و الفرقة و المدريب و نشكر كمكاني و نشكر كع الناس كل شيء و نشكر كل شيء و طلعت أخويا في هذا الفيديو و نقول للناس أن الحمد لله القنصلية تكلفت لي بولدي و هم سنتحنوا إن شاء الله في المغرب في بلادهم أنا سمحوا لي لأنني أنا العبية يا الله سمحوا لي لديوا فيديو لأنني ما كنتش عقلة و ما كنتش عارفة ما كنتش عارفة ما كنتش عارفة كنتش عارفة و كل شيء و ربما تحسوا بي نشكر الأمهات و نشكر الأمهات و نشكر الأمهات و نشكر الأمهات و أنا أريد أن أقولك شي شيئا غريبة و رضوا البال من صاحب أنا ما أبقيتش تتقى في هذا الوقت أنا قلت إلي يا والدي قلت إليوني معه و أرزوني فيه حسبي الله و نعمى الوكيد فيهم و نطلب ربي أن أخذ حقي هنا و لي حق والدي حق والدي انا ما عمرني غنسمح بحق والدي اخيكم في عرق ما عمرنا غنسمح بحق والدي كنشكر جعل الناس كنشكر كل شي كنشكر القنصلية كننقولها والعود قولها كنشكر هبزيف نشكر النادي الفرقة أصدقاء دي الولدي الصديقة دي الولدي أصدقاء ديولي كنشكر الصديقة ديولي جيراني أنا وقفة معيهم وهم عني غنسة الخير وقدت مننا يا ربي تقدرني وردها لهم في الخير ان شاء الله في حاجة زوينة لأن هذه الحالة اللي فيها أنا وما نبغيها لحد شي واحد وما نبغيها لحد شي واحد وقلت نتلعب هذا الفيديو باش نشكر الأخ هزمان ونشكر القنصلية وفرقة دي الولدي والنادي اللي كنا معهم لأنه وليدك المهوس بالكورة لأنك يحمقها للكورة عقل فيه الكورة والحمد لله قصبوا في حياته حسبي الله ونهم الوكيل و قلت لمنكم سمحوا لاني انا ما حد الساعة انا بقى في صدمة لاني ما عرفتش انا من الولد اخرج معا وترجع ارا الحمد لله ربي بصبرني وهذا ما كان و نشكركم كمين و نشكر الناس اللي قالوا هات رجوينة في ولدي و نشكر الناس اللي ترحموا على ولدي و نشكر الساعة معنا لذيك الفيديو قلت لي كومنتاريوز ديالو و نشكر تذك الناس تاهمه على الرحمة اللي ترحموا بها ولدي و نقول الناس اللي شافت الفيديو يدعمها و الله يعطينا السفر و الله يرحم ولدي و قلت لي 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 و هذا ما كان و انا و شو نقول و هذا ما كان و قلت لي و هذا ما كان و هذا ما كان و نصح الشابب ترعقوا لكم و موليدي و لا تتقلوا في الصعاب و قلت لي سهلة لكم كمين و سمعوا من ولديكم و أن مولديكم و ملكيبه لكم مش عاجة زوينة و نعمروا مخيبه لكم مش عاجة خيبة و الحمد لله على هذا الشيء اللي قدر لي اللي يالله و اللي ربي اللي اعطاه لي و ربي اخطاه لي و ربي اخطاه لي أنا حمده بمشاكره اللي كان طلبه ما ربي اعطاني السفر 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 في السفر و هذا اللي كان نشكركم كمين نشكر بزف الاخ عزمان نشكر حتى هو على كل شيء و الحمد لله لكل حل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته